نشوف إحنا إيه اللي حيشغلنا في هذه المسألة المهمة في مقالي ومقاله حتى في الكان الأهل الأكثر تمثيلاً الكان اللي هي كأس الأمم الأفريقية ده اختصارها الأهل الأكثر تمثيلاً فيها البطولة حتنطلق إن شاء الله تعالى يوم الحد في العاصمة الكاميرونية وهتستمر لغاية 9 فبراير 6 فبراير الأهل الأكثر تمثيلاً ليه؟ أكتر نادي ممثل له لعيبة في البطولة هو النادي الأهلي بتسعة لعيبة عنده ستة في منتخب مصر محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيه عمر الصلاة وحمد فاتح ومحمد شريف له علي معلول في منتخب تونس وقاليو ديانج في منتخب مالي وبدر بنون في منتخب المغرب وبييجي بعد منه التاني نادي الزمالك لكن حزوز اللعيبة المصريين أو حزوز منتخب مصر في هذه البطولة اللي بيحمل لقابها خلتنا نقول له فعلاً شد حلك يا بلد شد حلك يا بلد وكأنك تستدعي محمد نوح رحمة الله عليه لتدريب المنتخب هلا محمد نوح بدلاً من كروش أصبح الأمل الأبرز أني شد حلك يا بلد إذن المهندس عدل القيعي يرشح محمد نوح مديراً فنياً للمنتخب بدلاً من كروش ليه؟ ليه؟ لأن كل الشواهد مقلق نحن لم نستعد بالقوام الذي سافر به كروش ليلعب بطولة أفريقيا إبان البطولة أتفقنا إن اسمه كيروش 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 مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ كيروش أيو كيروش طيب كيروش أيو كيروش لم يستفد من البطولة العربية لأنه ملعبش بفلسفة أن دي إعداد للبطولة كأس الأمم وبيلعب كأس الأمم بفلسفة أن دي إعداد للمباراة الخاصة بالتتوجي لكأس العالم شفت بقى يعني بدأ ما تبقى دي غاية والوسيلة كان بطولة العرب أصبحت هي وسيلة كما صرحة للإعداد للمباراة الفاصلة المباراة الفاصلتين علشان كأس العالم اللي حيسافر خمسة من عشرة من مواجهات مباشرة مش عارفين قرعة وقعنا ضد مين إذن ما عملش ما تشطل دي وتشوف أنت جزائر الشمطة غانا الشمطة غانا تلاتة تلاتة نسي يعني رايحة مش بتهزر رايحين لا صوت يعلو عن الأمم الأفريقية هم وصلوا إلى مستوى من الثقة لا يتحدثون عن كأس العالم لأنوا عارفين دي بطولة من مواجهة مع فرقة من الفرق يقول لك حلال حلال لما تيجي وإحنا نتدوده إذن إنت رايح صدرت للعبتك والرأي العام من البطولة دي حنشوف حنعمل إيه عشان نوصل كأس العالم ما روحتهاش مستفيد من تجربتك حتى إنت تجربتك اللي اختلفنا عليها إنت فيه لعبتها بشكل أساسي ما خدتهاش في الأربعية يعني حاجة أنت أزهلتنا يا مستر كيروش كيروش عشان ما تزعلش وهو كمان ما يقولوش ده هو بيقول اسمك غلط يقولك ده واحد تاني بيكلم على عد تاني فما عندناش غير شدي حلكة بلا روح اللعبة حبهم لنفسهم حبهم لمصر ومساحة المفاجآت التي يمكن تتمتع بها لعبة مثل زاكرة القبر طيب إيه الحقيق في الأمور أستاذ جمال علام قال إن مستر كيروش قال له بينه بينه هننفس على البطولة حلو قوي ممكن يبقى كيروش كان قال إن المهندس أحمد مجاهد لما جابني اتفق معايا على كاس العالم ما اتفقناش على كاس الأمم الأفريقية مشي أحمد مجاهد جي جمال علام الرجل ميل على جمال علام وقال له اتطمن هننفس على البطولة ليه كارلوس كيروش قال كده اليومين اللي فاتوا الناس انزعجت قوي من التصريح الانهزامي بتاعه لأنه صدر إحباط فكرة إنه البطولة مش في محل اهتمامنا إحنا المهم كاس العالم وأنا عايز أروح كاس العالم للمرة الخامسة كمدرب وساعتها أنا ممكن أعلن اعتزالي وفهم هذا التصريح الصادم إنه صانع للإحباط في الشارع الكروي بسرعة راح له الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنت بتقوليها خواجة أنت مش فهم أن البطولة دي مصرية البطولة دي مصر اللي عملتها البطولة دي مصر اللي أسستتها وإحنا أصحاب الرياضة في نشأتها والرقم القياسي في مرات الفوز بيها وبعدين ليه ما نكسبش كاس الأمم ونروح كاس العالم تعرف كاميرا لو كشبتها هتعديك فبقت المسألة لا فيه تأكيد على أهمية البطولة الراجل عمل يوتيرن وبدأ التصرحات وتتغير خاصة لما النجم العالمي محمد صلاح جاء وقال يا جماعة ربطوا الأحزمة كل الناس في ظهرنا إحنا راحين ننافذ على البطولة وإن شاء الله هنسعد جمهورنا دي محمد صلاح هنسعد جمهورنا فبدأ الكلام أن أنا واثق فيكم أن أنتم رجالة وبدأ الكلام يتغير على أن احنا بإذن الله تعالى بدأ الكلام يتغير يوصلنا من محمد نوح لعبد الفتاح الأسر الله 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 بيسمع كل واحد اللي عايزه بيفكرني بالفيلم أبو طعمة اللي كان ينزل نصه وأكد ينزل للبقال عايز ياخد شوكك فيقول له دي التويتر بتاعة محمد صلاح مش هتلمني على طعمة يا أبو طعمة يقول له وأكد لي زيادتك طعمة لك وياخد بقى الجيمة والزيته يروح خارج من عنده راح للجزار مش هتلمني على طعمة يا أبو طعمة وأكد لي زيادتك طعمة ليك مش لحد تاني يدي له اللحمة مع الخضر فمشي بتعمة يسمع كل واحد اللي هو عايزه أيوه فهو مع أحمد مجاهد قال له لا صوت يعلق عن كاس العالم واستحملني بقى في اللي حعمله أنا معي ورقة بيضة أنتوا جايبيني عشان ننظم لكم الكرة المصرية سبوني بقى أفن سبوني عليها أنتوا فكريني عندكم منتخب لا أنا هعمل لكم منتخب وابتدى يشتغل على هذا الأساس مشي الأستاذ أحمد مجاهد ولأ الوزير بيقول له التاقيل بتقوله ده سمع الأستاذ جمال علام اللي عايز يسمعه راح يننافس وخمزوا في ايده كده تطمن خلي بالك تعمى ليك أتمنى أن يسخر منا كيروش جميعا نتمنى أتمنى أنا عدل القيعي يقول لي هاي وكسبنا البطولة طب أنا لأ ما عرفش أنت نييتك أنا نيتي أن يخزلني كيروش ويكسب البطولة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر